اشتركوا في القناة وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات الدروس العلمية في شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في بداية توقفنا في بداية الحديث حديث جبريل المشهور ولم نصي إليه وإنما تكلمنا عن اللطائف والنكة التي كانت في الإسناد ثم هذا الحديث كما مر معنا بإسناده يرويه ابن بوريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني وتكلمنا في اللقاء الماضي عن القدر وذكرنا بأن القدر فيها لغتان القدر بفتح الدال والقدر بسكونها وهما لغتان مشهورتان قال أول قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني وتكلمنا في اللقاء عن القدر وذكرنا أن الناس فيه طرفان ووسط أما الطرفان فالطرف الأول وهم القدرية الذين نفوا القدر وقالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها وبعد وقوعها والطرف الثاني وهو المقابل لهؤلاء هم الجبرية الذين قالوا أن الإنسان لا خيار له وأنه مجبور على أعماله وإنما هو كالريشة في مهب الريح وأما الوسط فهم مذهب أهل السنة والجماعة وقالوا بيه ومذهب أهل السنة والجماعة ومذهب هو إثبات القدر ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى فأهل السنة والجماعة يثبتون القدر أهل السنة والجماعة يثبتون القدر ثم قال يحيى بن يعمر قال فانطلقت أنا فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن انطلقت هنا أنا أنا تأكيد لي تاء المخاطب وحميد معطوف على ضمير التاء قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتميرين وهنا أكثر روايات على الشك حاجين أو معتميرين وفي بعض الروايات حاجين ومعتمرين وعلى كل فتاتي أو بمعنى الواو تاتي أو بمعنى الواو وحاجين أو معتميرين أي حجير ومعتمرين بمعنى أنهما أنهما قارنان فقلنا القائل أحدهما فقلنا القائل واحد منهم من الاثنين أحدهما ولكنه القائل عندما علم أن صاحبه سيؤيده على ما يقول وأنه لن يخالفه فنسب القول إليهما جميعا وإلا فإن القائل واحد قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لقينا هنا لو إما أن تكون للتمني وإما أن تكون شرطية فإذا قلنا للتمني فلا تحتاج إلى جواب فيقول فقلنا لو لقينا يعني لو وددنا يعني لو نتمنى أن نلقى أحدا من أصحاب رسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم يتمنوا لقاء أحد من الصحابة إذا قلنا بأن لو للتمني وإذا قلنا بأن لو شرطية فهي تحتاج إلى جواب شرط فكون التقدير لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسأله قول هنا فسألناه فسألنا معطف على لقينا فسألنا معطف على لقينا فسألناه يعني هم لم يتمنوا اللقاء بأحد الصحابة فحسب وإنما يتمنوا لقاءه وسؤاله تمنيا لقاءه وسؤاله ولذلك قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فهم لم يريدوا اللقاء فقط وإنما يريدوا مع اللقاء السؤال فسألناه عما يقول هؤلاء فسألناه عما يقول ما هنا موصولة يعني عن الذي يقول هؤلاء ويكون المعنى فسألناه عما يقول هؤلاء أي عن حكم الشرع فيما يقول هؤلاء فسألناه عما يقول هؤلاء أي عن حكم الشرع عما يقول هؤلاء ماذا يقولونهم قال في القدر يعني وقول في القدر هو نفيهم للقدر نفيهم للقدر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأفعال إلا بعد حدوثها لا يعلمها إلا بعد وقوعها وقالوا بأن الأمر أنف يعني مستانف أنه أنف يعني مستانف قال فوفق لنا عبد الله بن عمر فوفق لنا وفق بضم ألواو وبالفاء المشدية المسكسورة فوفق لنا ومعنى فوفق لنا أي دعل وفقا لنا دعل وفقا لنا وفي رواية عند أبي على الموصري بزاية فوافق فوافق لنا بزاية الألف فوافق لنا بزاية الألف ومعناه الموافقة أي المصادفة فهم كانوا يتمنون لقاء أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسألوه عن حكم هؤلاء الذين ينفون الذين ينفون القدر فتيسر لهم لقاء ووفق لهم وصاده أن وجدوا أو أن لقوا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد قال فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب داخل المسجد وداخل هنا مصوب على الحال والمراد بالمسجد هو المسجد الحرام في مكة المراد بالمسجد مسجد الحرام قال فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فاكتنفته أنا وصاحبي معنى قوله اكتنفته يعني صرنا في ناحيته صرنا في ناحيته ولذلك فسره بقوله أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فهو يقول فاكتنفته فاكتنفته يعني صرنا في ناحيته ثم فسر معنى الاكتناف فقال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وهذا يستفاد منه أدب الجماعة في مشهم مع معلمهم ومع فاضلهم وهو أنهم يكتنفونه ويحيطون ويحفون به هذا في قوله فاكتنفته أنا وصاحب أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله يستفاد من هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشهم مع معلمهم ومع فاضلهم وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فظننت طبعا القائل هنا هو يحيى بن يعمر القائل يحيى بن يعمر هو الذي يقول فظننت أن صاحبي وصاحبه هو حميد بن عبد الرحمن صاحبه هو حميد بن عبد الرحمن الحميري يقول يحيى بن يعمر فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي أي سيفوضني سيكل الكلام يعني سيفوضني في الكلام ولذلك لأن يحيى بن يعمر عنده قدرة على الكلام وعنده فصاحة وبيان ولذلك ورد في بعض الروايات قال لأني كنت أبسط لسانا لأني كنت أبسط لسانا فهو ظن أن صاحبه وهو حميد بن عبد الرحمن سيكله سيكل الكلام إليه فتكلم نيابة عنه قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن هذا نداء هذا نداء وحذف حرف النداء أي يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن فهنا نادوا الصحابية الجليلة عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما بكنيته نادوه بكنيته ولم ينادوه بألقاب أو بأي صفات أخرى وهذا يدل على أن النداء بالكنية فيه إكبار وإجلال المناداء قال فقلت أبا عبد الرحمن يعني يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم إنه قد ظهر قبلنا ناس يطلبونه ويتبعونه ويجمعونه وهذه الكلمة يتقفرون وردت فيها عدة روايات وعدة الفاظ منها بتقديم الفاء أي يتفقرون بتقديم الفاعل القاف بدل يتقفرون يتفقرون ومعنى يتفقرون أن يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه إذن هم لم يكونوا فقط يقرؤون قراءة أو يجمعون علما ويتتبعونه فحسب وإنما كانوا يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه وورد كذلك بلفظ آخر أو بلفظ ثالث يتقفون يتقفون بتقديم القاف على الفاء وحذف الراء ومعناه يتتبعون وورد لفظ رابع يتقعرون يتقعرون ومعنى بالعين ومعناه أن يطلبون قعره يتقعرون أن يطلبون قعره ومعنى قعره أي غامضه وخفيه يتقعرون أن يطلبون غامضه وخفيه وورد كذلك لفظ خامس يتفقهون وهذا ظاهر من التفقه إذن هؤلاء هؤلاء الذين نفوا القدر هم كانوا طلبة علم ولم يكونوا طلبة علم مبتدئين ولا بمجرد أنهم يجمعون العلم ويتبعونه بل إنهم يبحثون عن خفيه وعن غامضه ويبحثون فيما خفيه وفيما غمضه وفيما غمضه من هذه المسائل من هذه المسائل فدل على أنهم علماء ودل على أنهم على أن عندهم علم ولكن مع ذلك أيها الإخوة مع ذلك وقعوا في هذه البدعة في هذه البدعة العظيمة وهي أول بدعة ظهرت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأما أول بدعة فهي بدعة الخوارج في آخر الخلفاء الراشدين أما هذه البدعة فهي في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم فنفعوا القدر إذن أقول أيها الإخوة هؤلاء طلبة علم ومتعلمون ويتبعون العلم ويجمعونه ويبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه ومع ذلك وقعوا في هذه البدعة فهن لنا وقف أيها الإخوة لنا وقف وهي أن الإنسان أن الإنسان ينبغي أن لا يكل أمره لنفسه وإنما يكل أموره كلها إلى الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي يثبت ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله كان يقول ويكثر في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فهو يسأل الله عز وجل الثبات ولذلك نحن أيها الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه الحق نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه الحق ولذلك المسلم وهو يصلي وفي كل ركعة من ركعاته يقرأ سورة الفاتحة وفي هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا يطلب الهداية الإنسان يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى ويطلب الثبات من الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فالله عز وجل هو المنعم بهذه الهداية المنعم بهذه الهداية هو المنعم بالثبات فالثبات بيده سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان لا يكل نفسه لا يكلها إلى علمه ولا إلى قوته ولا إلى فصاحته ولا إلى بيانه ولا إلى بلاغته ولا إلى إيمانه وإنما يكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالإنسان يصبح ويمسي وفي كل صلاة وفي كل سجود من سجوده يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات فانظروا إلى هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه ويتتبعون العلم ويجمعونه ويبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه ومع ذلك وقعوا في هذه البدعة وفي هذا الضلال نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه أن يثبتنا على دينه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال وذكر من شأنهم قال وذكر من شأنهم والقائل هنا هو لعله الراي عن يحيى بن يعمر عبد الله بن بريدة هو الذي يقول وذكر من شأنهم يعني أن يحيى بن يعمر عندما تكلم مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وذكر أن هؤلاء القوم يقرؤون القرآن ويتتبعون العلم ويجمعونه ذكر كذلك من شأنهم وذكر أشياء كثيرة من هؤلاء عن هؤلاء القوم وعن طلبهم للعلم وعن علمهم ثم قال وأنهم يزعمون أن لا قدار يعني هؤلاء القوم أتوا بهذه البدعة ونفوا القدر ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أنف يعني مستأنف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأفعال والأعمال إلا بعد وقوعها من الخلق وأما قبل ذلك فلا يعلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فالله سبحانه وتعالى يعلم وكما لا يخفى عليكم بأن مراتب القدر أربعة أربع مراتب المرتبة الأولى هي مرتبة العلم أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وأن علمه أزلي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الآية فالله سبحانه وتعالى يعلم إذن المرتبة الأولى هي مرتبة العلم وأن علم الله أزلي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة وأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء ولذلك يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إلا في كتاب فكل شيء فيها مكتوب في اللوح المحفوظ وفي هذا الكتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن يخلق السماوات والأرض كل هذا مكتوب عنده سبحانه وتعالى إذا المرتبة الأولى العلم المرتبة الثانية الكتابة المرتبة الثالثة المشيئة المشيئة أن نؤمن بأن الله بأن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وللهما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وما تشاءون إلا أن يشاء الله فنؤمن بأن لله سبحانه وتعالى مشيئة وأن كل شيء لا يكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى المرتبة الرابعة مرتبة الخلق وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وخلقكم وما تعملون هذه أربع مراتب وهي مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخالق هذه مراتب مراتب القدر قال القائل هنا عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال فإذا لقيت أولئك يعني أولئك القوم الذين نفوا القدر فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحرف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدار يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول وأن هؤلاء كذلك بريءون منه فهو بريء منهم وهم برآء منه ثم قال والذي يحرف به عبد الله بن عمر والذي يحرف به عبد الله هو الله ما كان حالفا فلا يحرف إلا بالله وعبد الله بن عمر إذا حالف فإنه لا يحرف إلا بالله سبحانه وتعالى يقول والذي يحرف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه لو أن لأحدهم مثل هنا منصوب لأنها اسم إن مثل اسم إن لو أن اسم أن وخبرها الجار والمجرور لأحدهم خبرها الجار والمجرور مقدم لو أن لأحدهم مثل مثل ومثل مضاف أحد مضاف إليه يقول هنا عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه يعني أنفقه في سبيل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدار وهذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفيره القدرية هذا الكلام الذي يقوله عبد الله بن عمر ظاهره أنه يكفر القدرية قال القاضي عياذ رحمه الله هذا في القدرية الأول القدرية الأول هؤلاء الذين نفوا تقدم علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات وأما المتأخرون منهم فإنهم لا ينفون علم الله سبحانه وتعالى ولكنهم فرقوا بين الخير والشر فنسبوا الخير إلى الله سبحانه وتعالى ونسبوا الشر إلى غيره نسبوا الخير إلى الله ونسبوا الشر إلى غيره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة القدرية مجوس هذه الأمة وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه فهنا شبه أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القدرية هم كالمجوس قال القدرية هم مجوس هذه الأمة ومن المعلوم أن المجوس عندهما أصلان النور والظلمة فالنور هو الذي يفعل الخير والظلمة هو الذي يفعل الشر فالقدرية كذلك شبه به أولاء المجوس لماذا؟ لأنهم نسبوا الخير إلى الله والشر إلى غيره والخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى وينسب إلى الله سبحانه وتعالى ينسب إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا وينسب إلى الخلق عملا وفعلا واكتسابا ينسب إلى المخلوقين فعلا واكتسابا فالقاضي عياذ رحمه الله يقول هذا في القدرية الأول يعني الذين كفرهم عبد الله بن عمر قال هؤلاء في القدرية الأول الذي نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف وهناك قول آخر وهو أنه لا يريد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة وإنما المراد من قبيل كفران النعم لكن الراجح هو القوى الأول وهو الذي يدل عليه السياق فإن ظاهر كلام ابن عمر رضي الله عنهما أن هؤلاء كفار بدليل أنه قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ومن المعروف أن الكفر هو الذي يحبط العمل فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر قال ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه القصة هي السبب في سياق هذا الحديث في تحديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما هذا الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب فعندما جاءوا وسألوه عن هذا الحكم عن الحكم الشرعي في هؤلاء الناس الذين نفوا القدر بيّن الحكم الشرعي فيهم ثم بعد ذلك ساق هذا الحديث الطويل من أجل ماذا؟ من أجل جملة واحدة فقط في هذا الحديث وهي قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره من أجل هذه الجملة ساق هذا الحديث كله فقال عبد الله بن عمر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب فعبد الله بن عمر هنا يروي الحديث عن أبيه عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا قال القائل هو عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض استياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جالس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر حديث قال عمر رضي الله عنه يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل اطلع يعني فجأة فاجأهم بخروج هذا الرجل لم يروه من قبل وإنما فجأة خرج عليهم وطلع عليهم اطلع علينا رجل شديد بياضي أثياب طبعا هذا الرجل ها هو جبريل عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فالرجل هذا هو جبريل عليه السلام والوحي أنواع الوحي أنواع ممكن تكون ستة أنواع أنواع الوحي ستة أنواع النوع الأول وهي الرؤية الصالحة الرؤية الصالحة فكما تقول عائشة رضي الله عنها والحديثه الصحيح ما كان يرى رؤية إلا كانت مثل فلق الصبح ما يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح فهذا أول الوحي ويعتبر نوع من أنواع الوحي وهي الرؤية ورؤية الأنبياء وحي رؤية الأنبياء وحي فكان يرى يرى الرؤية في المنام وهذه الرؤية في المنام تكون كفلق الصبح يعني الذي يراه يحصل ولذلك رؤية الأنبياء وحي النوع الثاني النفث في الروع في روعي يعني في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن روح القدس نفث في روعي يعني في نفسي أن روح القدس نفث نفث في روعي يعني في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجمل في الطلب نفث في روعي يعني في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجمل في الطلب إذن هذا النوع الثاني وهو النفث في الروع في نفسه في روعي يعني في نفسه الثالث الثالث وهو أن يأتيه في صورة رجل كما هنا كما في هذا الحديث أن يأتيه في صورة في صورة رجل كما في هذا الحديث حديث جبريل هذا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ويأتيه على صورة دحية ابن خليفة الكلب رضي الله عنه يأتيه على صورته يأتيه على صورة كما في هذا الحديث إذ طلع عليه رجل رجل فجاء على صورة رجل إذن هذا الثالث الرابع أن يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها وقد رأاه على صورته في غار حراء رأاه وله ستمائة جناح قد سد الأفق فرأاه صلى الله عليه وآله وسلم على صورته النوع الآخر كذلك وهو أشده على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشده عن نبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يأتيه مثل صلصلة الجرس يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عن نبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه جبريل عليه السلام في اليوم شديد البرد يعني يكون اليوم شديد البرودة فيه برد شديد ومع ذلك يرون جبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفصد عرقا من شدته عليه من شدته عليه يتفصد عرقا من شدته عليه إذن هذه أنواع الوحي الرؤية في روعه في الروع النفذ في الروع على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها في صورة رجل في صلصلة على صورة يأتي وله صوت كصلصلة الجرس وهو أشده عليه وأحيان كما يقول زيد بن ثابت نزل عليه الوحي وفخذه على فخذي فكادت تردها يعني من شدة ثقلها بسبب نزول الوحي فهنا هنا جاء جبري عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة رجل قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوادي الشعر قال شديد سوادي الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يرى يرى فيها ضبطان وكل الضبطين صحيحان أما الضبط الأول كما هنا لا يرى بضم الياء لا يرى بضم الياء وأما الضبط الثاني فبالنون الضبط الثاني بالنون يعني نرى لا نرى عليه أثر لا نرى عليه أثر السفر لا يرى عليه أثر السفر ولا نرى عليه أثر السفر فرواية المبني للمجهود يرى في هذه الرواية هنا ورواية المبني المعلوم نرى عند أبي يعلى الموصل في مسنده وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح قال لا يرى عليه أثر السفر يعني أثر السفر غالبا المسافر المسافر يرى عليه أثر السفر يصير أشعث أغبر ترى ثيابه فيها تكسير ومتعطفة فيها تكسر في الثوب وقد يكون فيه بعض الوساخة وعدم النظافة بسوب السفر لأن المسافر غالبا يكون أشعث أغبر لكن أما هذا الرجل فجأة طلع عليهم ثم يرى أنه شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر وفي بعض الرواية شديد سواد اللحية لا يرى عليه أثر السفر أثر السفر يعني أثر السفر لا يرى عليه وكأنه جاءهم من مكان قريب وليس مسافرا قال ولا يعرفه منا أحد ما يعرفه أحد من هؤلاء ولذلك الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون إذا جاء أحد من البادية من العراب من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يفهموا ويتعلموا فكانوا يفرحون بالرجل العرابي العاقل الذي يأتي من البادية من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الرجل جاء وهو لا يعرف لا يعرفونه ولا يرى عليه أثر السفر وجاء إليهم ثم قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه هنا فيها قولان القول الأول وهو الذي ذكره الإمام النوي هنا قال فأسند ركبتيه أي الضمير في ركبتيه يعود الرجل فأسند ركبتيه عن الرجل ركبتي الرجل إلى ركبتيه إلى ركبتيه نفسه فأسند ركبتيه الرجل إلى ركبتيه نفسه ووضع كفيه على فخذي يعني على فخذي نفسه أسند ركبتيه إلى ركبتيه أسند ركبتيه إلى ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم عفوا أسند ركبتيه إلى ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ووضع كفيه يعني كفي الرجل على فخذيه يعني على فخذي النبي صلى على فخذي نفسه هذا القول أول إذا القول أول فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه أي ووضع كفيه يعني الرجل نفسه على فخذيه يعني على فخذيه هذا القول الأول وهو الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى قال ووضع كفيه على فخذيه معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم هناك قول آخر لم يذكر الإمام النووي وهو أنه وضع كفيه يعني كفي نفسه على فخذيه يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالمستسلم المتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كالمسلم المستسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لم يذكر أنه سلم أنه استاذن وسلم لكن ورد في بعض الروايات أنه استاذن وسلم وسلم ودخل وسلم ثم قال هنا وقال يا محمد وهنا هذا الرجل لم يقل يا رسول الله لم يقل يا رسول الله وإنما قال يا محمد لماذا حتى يخفي نفسه ويخفي حاله عنهم وحتى لا يعرف فزيادة في التعمية وفي إخفاء حاله عنهم قال يا محمد فناداه باسمه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً إذن هنا جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ففيها نفي وإثبات أما النفي فهو نفي المعبودات نفي المعبودات عن الله والإثبات أي إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى فنفي كل الآلهة كل المعبودات فلا يعبد إلا الله ففيها نفي وإثبات نفي العبادة لغير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن تعبد الله فإنه لا معبود بحق فإنه لا معبود بحق إلا الله فإن الآلهة كثيرة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى فلذلك لو قلنا لا معبود إلا الله هذا غير صحيح فهناك معبودات هناك معبودات كانوا يعبدونها من الأصنام والأوثان والأحجار إلى غير ذلك ولكن لا بد أن نقيد وأن نقول لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وكذلك أن تشهد أن محمد رسول الله فلا يكفي أن تشهد أن لا إله إلا الله فإن من قال فإن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يصدق بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو ليس مسلم فهو ليس مسلما فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فشهادة أن محمد رسول الله هي امتثال ما أمر به واشتناب ما نهى عنه واتباعه ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وغفونه الرحيم وتقيم الصلاة وهذا هو الركن الثاني الركن الأول شاة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله والركن الثاني وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة يعني إقامة الصلاة والله عز وجل عندما ذكر الصلاة فإنه يذكرها بالإقامة بالأمر بالإقامة وأقم الصلاة قوله أقم الصلاة ذكرت في خمسة مواضح في القرآن وتقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ذكر كذلك ما يقارب في إثنى عشر موضعا فإذن قال وتقيم الصلاة ففرق بين إقامة الصلاة وبين أدائها فليس كل مؤد للصلاة مقيم لها ليس كل مؤد للصلاة مقيما لها فكم من إنسان نصلي ولا يقبل الله صلاته كم من إنسان نصلي يؤدي حركات يؤدي حركات مجرد حركات لكن لا يفقه لا يفقه من صلاة شيء فهو مجرد يؤدي حركات ركوع وسجود وهكذا ولذلك الرجل المسيء صلاته عندما صلى أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قاله ارجع فصل فإنك لم تصلي فنفى عنه الصلاة مع أنه أدى حركات أدى صلاة وأدى حركات وأدى رفع وركوع وسجود ومع ذلك نفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الصلاة الحقيقية ولذلك إقامة الصلاة هي أن تقام الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وأدابها ومستحباتها وكذلك لبها وهو الخشوع الخشوع والطمأنينة أن يخشع الإنسان ويصلي الصلاة بخشوع وبطمأنينة وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في صلاته ولذلك ليس كل من أدى الصلاة أقام الصلاة وكل الآيات التي وردت في الحث على الصلاة كلها فيها أمر بالإقامة بإقامة الصلاة وليس فيها أدى الصلاة وإنما أقيم الصلاة الوارد في القرآن هو الأمر بإقامة الصلاة فدل على أن إقامة الصلاة ليس فقط أداء وإنما هي فوق الأداء وأكبر من الأداء فليس كل مؤد للصلاة مقيما لها قال وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة يعني تخرج زكاة مالكة لمستحقيها فإما أن تعطيها الإمام والإمام يخرجها ويعطيها المستحقين لها وإما أن تخرجها بنفسك وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وهذا هو الركن الرابع وهو صيام رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن الأمة هذا الوباء وهذا البلاء ونستقبل شهر رمضان وقد رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة هذه الغمة إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى قال وتصوم رمضان وتحج البيت البيت الحرام الكعبة وتحج البيت وكل هذه الأركان الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت كلها ستأتي معنا في أحاديث وسنتوسع إن شاء الله في شرحها عندما ناتي إليها وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والاستطاعة هي كما قال بعض أهل العلم الزاد والراحلة إن استطعت إليه سبيلا ولذلك يعني الإنسان عندما يسأل يسأل عن أشياء لا يكون ما بعد السؤال فيه مشقة وأذكر في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام الرجل وقال يا رسول الله أفي كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر السؤال ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتهم فهنا أحيانا بعض الأسئلة قد يعني الأصل الإنسان لا يسألها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم فالإنسان لا يسأل عن أشياء وهذا الشيء يخشى أنه يعني قد ترتب عليه مشقة أو ما هو أعظم من ذلك فلذا يكون قل وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والاستطاعة هي الزاد والراحلة كما ذكر وسيأتي إن شاء الله في مباحث الحج عندما نأتي إلى مكانه وإلى موضعه قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه هنا التعجب أن الإنسان الجاهل الذي يسأل هو يكون جاهل ويريد أن يسأل مسألة من أجل أن يفهمها ومن أجل أن يعلمها ومن أجل أن يعرفها ولكن هذا السائل غير فإنه يسأل ويصدر يسأله ثم بعده يقول لو صدقت فكأنه يعلم حكم هذه المسألة هذا هو التعجب ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني يسأل السؤال ثم بعد أن يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا السائل صدقت فهو يصدقه بعد كل سؤال ولذلك هذا هو سبب تعجب الصحابة رضي الله عنهم لأن العادة جرت أن الذي يسأل يكون يجهل المسألة يجهل المسألة ولذلك يستفاد من هذا أنه يجوز للإنسان إذا كان مع مجموعة من الناس وفيه مسألة وهو يعلم أن هؤلاء الناس يجهلون هذه المسألة وهو يعلمها فيجوز له أن يسأل العالم من أجل أن يتعلم هؤلاء القوم الذين يجهلون هذه المسألة يجوز للعالم بالمسألة أن يسأل عنها لا من أجل أن يعلمها وإنما من أجل أن يعلمها غيره من الجالسين من الجالسين ولذلك هنا جبريل عليه السلام عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن هذه الأمور العظيمة ولذلك هذا الحديث أيها الأخوة حديث جبريل هذا حديث مشهور وهو حديث عظيم ولذلك يقول القرطبي كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في واتح الباري وكذلك يقول ابن دقيق العيد في شرحه الأربعين يقول بأن قالوا بأن هذا الحديث هو أم السنة كما أن الفاتحة هي أم القرآن فقالوا هذا الحديث هو أم السنة لماذا؟ لما اجتمل عليه من الأصول العظيمة ففيه الإسلام والإيمان والإحسان فيه الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والإحسان وأركانه كذلك ورقناه فهو يجتمل على أصول عظيمة فلذلك جاء جبريل عليه السلام ولذلك قال في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فسمى الإسلام والإيمان والإحسان الدين سماه الدين فهو الدين كله ولذلك هذا الحديث اجتمل على هذه الأصول العظيمة فلذلك جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب فيقول قال فعجبنا له يعني الصحابة رضي الله عنهم يقول فيقولون فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال فأخبرني عن الإيمان يعني بدأ معه بالإسلام ثم قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهنا أجاب بالأمور الباطنة هناك بالأمور الظاهرة عن الإسلام عندما سئل عن الإسلام أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة وعندما سئل عن الإيمان أجاب بالأعمال الباطنة ولذلك كما مر معنا إذا اجتمع الإسلام والإيمان في آية أو في حديث فيكون للإسلام معنا والإيمان معنا وإذا افترق اجتمع إذا افترق اجتمع إذا جاء الإيمان في آية أو في حديث يدخل فيه الإسلام وإذا جاء الإسلام في آية أو في حديث يدخل فيه الإيمان وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الحديث التي ستأتي بعد ذلك إن شاء الله عز وجل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بالأعمال الظاهرة كما هو في حديث وفدي عبد القيس وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل فهنا قال فأخبرني على الإيمان يسأله على الإيمان قال أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وهذا هو الرقم الأول إذن نقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويرزقنا الإخلاص في قوي العمل وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين